أثر ارتفاع درجات الحرارة على منسوب مياه بحيرة الحبانية في الأنبار ما أدى إلى حدوث شحن في المياه بعدد من المناطق جنوب المحافظة فيما أطلق ناشطون حملة لإنقاذ تلك المناطق عبر العجلات الحوضية لنقل المياه الأمر الذي دعا الحكومة المحلية إلى وضع خطة لحل المشكلة بشكل جذري من خلال إيصال الماء للمواطنين عن طريق نهر الفرات تفاصيل أوفة في سياق هذا التقرير حيمن الصيف الساخن في الأنبار على شبكات التواصل الاجتماعي واستفزل كثير من النشطاء والمعلقين الذين أطلقوا حملة تدعو لإنقاذ مناطق جنوبي الأنبار من العطشة استخدام السيارات الحوضية لنقل المياه لسكان مناطق الطاش والمجر والعنقورة بعد أن أصبحت بعض محطات الإسالة خارج الخدمة ما يماضل عندنا أقدر أقول لك 15 جاهل جربت صارت جرب بيل من وراء المي أول واحد ابني إيها إحنا نريد المي والله لأن إحنا منطقة شبيرة هاي العنقورة منطقة صحراوية محدية من فر النوب هاي قبل أن نجينا التهجير وجاي ناقص عنا المي ذاكي اليوم مني شوية مطلعت الدينة جنة شوية وتثقلت الناس والله الساعة وبعد ناس متقلق لأقلق لك لما جانا نترك بيوتنا ونروح وين ندور مي استنى العطش والناس ما عندها أمكانية اللي تبنى ولا عندها شيء اللي تشتغل ترجي إحنا ناس عطارة بطالة انخفاض مناسب بحيرة الحبانية كانت أبرز أثباب شح المياه للمناطق هذه والحكومة في الأنبار تؤكد عن وضع خطة لحل هذه المشكلة بشكل جذري من خلال إصال الماء للمواطنين عن طريق نهر الفرات سيكون هذا المشروع مشروع إنقاذ لتلك المناطق وتحل جذريا هذه أزمة شحة مياه الشرب لتلك المناطق لأن يكون مصدرها من نهر الفرات ومضخات تدفع إلى تلك المناطق وستحل إن شاء الله حل جذري وتنتهي هذه المشكلة وهذه مثل ما أسلفت متابعة من قبل السيد المحافظ حصريا مع مسؤولي بغداد وإن شاء الله قريبا سيحال المشروع وتنفذ الشركة تلك المشروع أزمة الجفاف وصلت لحد انقطاع مياه الشرب تماما عن هذه المناطق فرضا عن فقدان بحيرة الحبانية للثروة السمكية التي تعتبر مصدر رزق لسكان المناطق الجنوبية للأنبارة عمر محسن قناة دجل الفضائية محافظة الأنبارة ترجمة نانسي قنقر